اشتركوا في القناة ما بينهم من خلال الفنكشنز اللي رايح اعطيك اياهم في الحصة هاي باذن الله تعالى او ايش ابن نحكي عن simple future with will اذا الان ابدأ استخدم المدل اللي هو ايش يا جماعة اللي هو will الform اللي هو شكل القاعدة طبعا يا جماعة في هاي القاعدة انا ما بهمني الفاعل اذا كان مفرد او كان جمع في حالة يعني لما تكون الجملة ما لها تكون الجملة مثبتة شو تكون الجملة تكون الجملة مثبتة رايحين نستخدم مع الفاعل will plus base اذا subject plus will plus base لكن في حالة النقاشن شو عن النقاشن في حالة النفي رايحين نضيف للول نت للول عفوا نت شو رايحين نضيف لها نت اذا بتصير will not plus base will contraction من will not اللي هو ايش want plus base والحالة الاخيرة اللي هي حالة الانتروجيشن اللي هو حالة السؤال انا لم بأدي اجي اسأل كيف بأسأل طبعا بالامتحان بكون معطيني السبجكت قبل هذا السبجكت بدي استخدم will وبعد هذا السبجكت رايحين نستخدم الباس فورم لانه احنا بنعرف دائما بعد الموضل شو بيجي يا جماعة الفعل ما له base فورم وما ننسى الدليل اللي بدلني على انه سؤال اللي هو الكوستشن مارك زي ما بنعرف انه لكل زمن في عنا كي ورد تمام في عنا مفاتيح للحل وعادة اغلب الاسئلة مثلا في امتحانات المدرسة او امتحانات الوزارة لما تصيروا ان شاء الله توجيهها على خير وسلامة بيكون فيها عادة كي ورد واذا ما كان في كي ورد راح اعطيك طريقة بانك تميز كل جملة عن الجمل الاخرى اول كي ورد موجودة عنا اذا ايجاك ان زائد سنة في المستقبل يعني احنا الفين وقديش مثلا الفين واثنين وعشرين الفين وثلاث واثنين وعفوا الفين وثلاث وعشرين واطلع يا استاذ مرة ثانية شو هي الفين وثلاث وعشرين واطلع قبل هيك وصير باس تمام عنا مثلا تمورو غدا اذا ايجاك نيكست زائد زمن نيكست منت نيكست يير في المستقبل تمورو نايت مساء الغد وان داي سون في يوم قريب ذا فولوين زائد زمن مثلا بعدين يعني زائد زمن قريبا جدا ربما من المحتمل انت بتشوف بتفكرها هنا بتحكي على الماضي لكن هاي راح تيجي معكم ان شاء الله سنة الجاي معناتها في يوم قريب شو معناتها يا جماعة في يوم قريب مهمة جدا انكم تتعرفوا عليها تمام ناخذ الآن بعض الأمثل اللي ممكن اننا نحلها على هاي الكيوورد شي فراغ ذا يونيفرسيتي ان توني 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 فايف انا عندي هون توني توني فايف اجاني انزائد زمن مستقبل اذا ها سيمبل فيوتر هل راح استخدم سيمبل بريزن لا هل راح استخدم قاعد بريزن بريزن بريفكت لا اذا رايح استخدم ايش ويل جوين ويس كثير نمبر تو اي فراغ يو لاتر عندي هون لاتر هي كيوورد على سيمبل فيوتر وذو هل راح استخدم قاعد سيمبل بريزن لا هل راح استخدم was calling باس كونتينيوس لا اذا رايح استخدم ايش ويل كول وعندي هون نمبر ثري عندي كلمة برهاب ربما هاي كيوورد لا ايش لقاعد سيمبل فيوتر وذو وفي عندي كلمة تونيت الليلة اوكي طيب في عندي هون will arrive وعندي arrive وhas arrived أكيد has arrived لا وعندي arrive لا وعندي will arrive طبعا فرضا يا أستاذ إنه ما كان عندنا إحنا keyword في الجملة ما كان عندنا مفتيح لألها بالتالي أنا شو باجي بعمل طرع علي يا جماعة سهل جدا بحكي لكم we use the future with will متى باستخدم الفيوتشور اللي مع will to express spontaneous decisions للتعبير هون معناتها يا جماعة إذن باستخدم هاي القاعدة للتعبير عن قرارات عفوية اللي بنحكي عنها sudden decision مرات اللي هي قرارات مفاجئة ركزوا عليها sudden decision قرارات مفاجئة بتتذكروا المثال اللي حكينا فيه عن مثال تالا وجوان وحكوا عن نانس لها بالمستشفى شوف شو الفكرة حطتك نفس المثال لكن بطريقة إيش بطريقة أخرى أستاذ ركز ما عشان تفهم شو الفرق بين الويل وبين ال prison continuous طال علي ما رحوا ريمة بيحكوا مع بعض ما رحي بتحكي لريمة لانا is in hospital لانا وين لانا في المستشفى شو بترد عليها بتقولها اوه واحدة الله جد والله ما كنت أعرف ما كنت أعرف إذن هون بالتالي الفعل بدها تروح هل هذا القرار كان مخطط إلا ولا فجأة جاوبوني هذا القرار كان مخطط إلا ولا فجأة هي قررت فجأة أنها تروح and visit here وتزورها بالتالي شو راح نستخدم قاعدة إيش أي فيوتشر present continuous arrangements الplant ولا simply present fixed events in the future قطعا لا أنا لما أحكي عن spontaneous decisions قرارات عفوية أو قرارات مفاجئة بدي أستخدم قاعدة ال will وبما أنه الجملة عندي هون مثبتي ما في عندي not ولا عندي سؤال بدي أستخدم will plus الباست فورم للفعل هو إيش will go تمام طيب number two بيحكي لكم I am tired هو تعبان إذا فجأة so I تبد قرروا يروح ينام وبالتالي بدي أحكي إيش I will plus الباست فورم للفعل هو إيش will go تمام هذا الفنكشن الأول أتوقع أنه فنكشن واضح وسهل جدا التمييز فيه بأنه القرارات المفاجئة والقرارات العفوية بنستخدم معها قاعدة ال will plus إيش plus باست نيجي نحكي عن الفنكشن الثاني اللي هو predict something without evidence أي بما معناه يا جماعة التنبؤ predict حكينا شو يعني التنبؤ التنبؤ بدون الاعتماد على دليل يعني الزلم بيهبد من عنده تمام الزلم عماله إيش بيهبد من عنده بتذكروا لما حكينا أنه present continuous warning cannot be used in predictions ما بنقدر نستخدمها في التنبؤات دير بالكم لكن في قاعدة الفيوتشر و ذو بنقدر نستخدمها بالتنبؤات مثلا طلا هذا بدي يتنبأ الزلمة بيقولكم الجسر غير آمن one day في يوم من الأيام تمام one day it break down رح يتحطم هذا تنبؤ لكن في عنده دليل ما في عنده دليل so it will break it down it will is break down number two I think شي يعني I think أعتقد شو معناتها أعتقد و حكينا هاي الفيوتشر و ذو will I think it later so take an umbrella with you والفعل رين إذن هو بيعتقد بأنها راح تمطر لبعدين خذ لك مظلي لكن عنده دليل اعتمد على دليل في عواصف في رياح في غيوم لا الزلم بيهبد من عنده وبالتالي it is it will rain it is يا جماعة it will rain نيجي الآن نحكي عن آخر نوع للي فيوتشر وتصير وتقارنوا بيناتهم عشان تقدروا تفهموهم اللي هو الفيوتشر اللي رايح أستخدم في أفعال بي بتتذكروهم اللي هم is are am شو هم is are am going to شو بدي يجي بعديها بدي يجي عندي الباس فارم للفعل فحسب الفعل زي ما تعودنا يا جماعة إذا كان هذا الفاعل مفرد إذا كان الفاعل مفرد ضمير أو اسم مفرد في الحالة المثبتة بدنا نستخدم is going to بلس بلس بيس شو بدي نستخدم is going to بلس بيس لكن إذا كان الفاعل i بدي أستخدم معها am going to بلس بيس وفي حالة كان عند الفاعل ضمير أو اسم جمع راح أستخدم معه are going to بلس إيش بلس بيس هذا في الحالة المثبتة لكن في حالة النفي الزي ما تعودنا في المرة الماضي إنه هاي الأفعال المساعدة يا جماعة الخير بدنا نضيف لها نط فبتصير subject plus isn't going to بلس بيس وفي حالة i بدنا نستخدم am not going to بلس بيس أو في حالة الجمع are not going to بلس بيس وفي حالة السؤال نبدأ بهاي helping verbs exterior verbs الموجودة عندي هون تمام is am are حسب الفاعل فإذا كان الفاعل مفرد نستخدم معه is وإذا كان الفاعل i بدي أستخدم معه am وإذا كان الفاعل جمع بدي أستخدم معه are ونلحقهم دائما بgoing to plus إيش going to plus base وما ننسى الدليل على إنه القاعدة هون رايح تكون إيش على question 4 نيجي نحكي عن functions ونقارنهم بإيش يا جماعة ونقارنهم بالfunction الموجودات عنا في future with will so we use the future with be going to متى to talk about future plans الخطط الخطط المستقبلية أستاذ نعم يا أستاذ أستاذ أنت بتقول future plans طب ما الـ future plans present continuous طب خلينا نكمل يا جماعة طلع علي it doesn't have to be for the near future planned but not around إذن إشي هو مخطط إشي مخطط له لكن غير إيش غير مرتب ما رتب له مخطط له بس ما رتب له فعليا فهذا الفرق الجوهر يا جماعة ما بين قاعدة present continuous وما بين قاعدة إيش قاعدة الـ be going to مهمة جدا تفهموها عشان أمثلت الكتاب تقدر تميز بين كل تمرين والتمرين الآخر بدك تستخدم قاعدة present continuous ولا قاعدة الـ be going to نجح على المثال الأول هون بحكي لكم I فراغ my grandfather on Sunday evening visit الزلمة بدي يزور دار جده في مساء يوم الأحد طب هو مرتب هو فعليا مش مرتب لكن هو مخطط وبالتالي بدي يستخدم قاعدة إيش الـ future with be going to يعني I am مثبت ولا نفي مثبت عندي نطل عندي سؤال معناته مثبت I am going I am going to والباس من الفعل visit شو هو يحكينا يا جماعة إلا هو visit طيب الآن نمبر تو في عندي هون حوار بتذكروا الحوار هذا ما رح بتحكي مع ريمة بتقولها لانا is in hospital لانا موجودة بالمستشفى ريمة بتقولها yes I know I فراغ here this evening إذن هي بدها تزورها إيش في هذا المساء لكن رتبت ما رتبت هناك كانت مرتبة صح ولا لا هون مش مرتبة معها وبالتالي بدنا نستخدم قاعدة إيش قاعدة اللي present continue و قاعدة الbe going to إذن I am going to visit I am going to إيش going to visit كويس كتير إذن خلصنا نحن الفنكشن الأول هون يا جماعة نيجي نحكي عن الفنكشن الثاني اللي بيحكي لك to talk about predictions شو يعني predictions تنبؤات شو يعني تنبؤات that are based on evidence بالاعتماد على إيش بالاعتماد على دليل إذن أنا بدي أستخدم تنبؤات بالاعتماد على دليل يعني ما يكون عندي تنبؤ بالاعتماد على دليل هون أنا بستخدم قاعدة إيش البي going to طلع عندي المثال الأول لك at these black clouds طلع عن غيوم السودة أها صار في عندي غيوم السودة معناته at anytime والفعل رايحة تمطر في أي وقت شو الدليل عندي أخوان شو الاعتماد عليه هنا بالتنبؤ بالاعتماد على دليل إنه في السماء في غيوم سودة كثيفة تمام إذن it is going it is going to rain it is going to rain مثال ثاني the man cannot see in front of him الزلم مش قادر يشوف قدامه so he into the hole الزلمي قاعد بمشي تمام الزلمي قاعد بمشي وبتطلع زي هيك وفي قدامه حفرة شو بده يصير شو بده يصير راح يتكرفت شو راح يصير فيه رايح يتكرفت وبالتالي الدليل عنده الزلمي مع مجماره زي ما بقوله ما شو رافع راسه وبتطلع بلعب بالتليفون لكن في قدامه ايش في قدام الحفرة وبالتالي راح يسقط فيها الدليل اللي أنا شفته إنه الزلم ايش مع مجماره إذن راح أستخدم قاعدة ايش قاعدة it will be going to so he is ايش he is going to هذه الحفرة في عندي هون سؤال يا جماعة مهم جدا بحكي لكم study the sentence أدرس الجملة التالية أو قرأها and answer the question that follows ثم أجب عن السؤال الذي يليه هل بلش السؤال فعليا لهون يا جماعة السؤال ما بلش شو بيحكي السؤال بحكي لكم نفس المثال the boy cannot see in front of him زي القفل مش قادر شوف قدامه so he is going to fall معناته ايش رايح يقع وبالتالي السؤال بيسألك what is the function ما هو الاستخدام ما هو الاستخدام الوظيفي لأي قاعدة of using the future would be going to in the above sentence في الجملة اللي فوق هيا يا جماعة شو برأيكم انتو الفنكشن الدليل إنه الولد مش شايف قدامه إذن هذا أنا اعتمدت على دليل إذن هذا عبارة عن إيش يا جماعة هذا عبارة عن predictions ما له predictions that أو prediction sorry yes prediction that is based on an evidence إذن هو عماله بيتنبأ بالاعتماد على دليل هيك إحنا اليوم ختمنا أربع أنواع من قاعدة الفيوتشر لهم present simple present continuous future with will و future with be going to نلقاكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة عشان نحل معكم بنك من الأسئلة على قاعدة الفيوتشر تمارين شوي تمارين من عنا أو إنه هاي التمارين بنزلكم إياه ورقة عمل على المجموعة وتمارين الكتاب الكتاب عفوا مع شرح جميع حالاتها وتوضيحها للطالب بارك الله فيكم الله يعطيكم ألف ألف عافية نلتقي بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة